هل فيه تغييرات حتكون على مستوى التشكيل النهاردة سواء بالنسبة للأهل أبيرامت؟ أعتقد يمكن زي ما كنا بقول رمضان صبح هيكون موجود أكيد ممكن نفكر فيه المدارب الكوروات يروتيتش لكن من ناحية الأهل كمان فيه لسه فيه 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 أجنحة رجعه زي برسي تاو زي ريدا سليم برسي تاو يلعب بقى موجود شارك الماتش اللي فات ماتش الكاس وشارك اللي ماتش عبريك فيه كمان عناصر زي شفنا مروان سمرة مروان عطية بحتة إن هو هيتجوز عمل حنة من يومين في فكرة ديانج إنه ممكن ديه آخر مباراة اللي مع الأهلي في الموسم دوت وهنتقل بعدها للخلود السعودي فيه أفكار كتير هتكون مختلفة ممكن نشوف تغييرات ممكن حتى الباكي اليمين كنا شفنا الماتش اللي فات كان عمر كامل كان بادئ من ناحية الأهلي وقبل المباراة لطول بيومها حصلوا زي أزمة معاوية أو حاجة فقدت لغيبة عن المباراة فالنهاردة هل هيستمر الدفع بخلد عفتاح كباكي مين هل نشوف محمد هاني هل نشوف عمر كمال باكي مين أعتقد الأهلي بقى فيه تغييرات طبعا للتشكيل وأعتقد برضو الشيبي خلاص قصر فأعتقد كان هو من ناحية نفسية مع مشكلته مع الشحات وفي نفس الوقت كان عنده مشكلة قبل الماتش اللي فات مع زميل وبراتي توري وكان حصل مشكلة في ماتش الاتحاد فأعتقد الفترة دي أعتقد هيبدأ به النهاردة أساسيا أنا متخيل أن يورشتش النهاردة عنده حسابات في مخه يعني لو الأهلي النهاردة وفاز عليه كده الأهلي حيبقى فرق بسبعة نقطة لو تعادل وفاز في كل مؤجراته حيبقى فارق باربعة نقطة لو خسر حيبقى فايز برضو بنقطة أو فارق بنقطة فيورشتش حيبقى عنده حسابات كده في دماغه إنه عايز يتستغل كل إمكانيات لعيبته عشان يوقف التقدم بتاع الأهلي هل متخيل أنه هو حاول يستغل وجود رمضان صبحي وأنه حيحاول يبتدي به حتى على أقل في الأول علشان يستغل بقى الفترة اللي كان قاعدها يستغل أنه هو متحمس وعايز يزبط نفسه يستغل يعني أنه عايز يقول أنا موجود وبصولي تاني وكلام ده هل متخيل أنه ممكن يبتدي به ويعرف يوظيفه كويس؟ يعني أعتقد لو أنت وكانه تعمل كده؟ لا هنا لو كان المدير الفن الكبير لازم يحب المنشاط الموجهة اللي هي الكبيرة دي يعني أنا مكسبي على الاتحاد أو على الجوم أو المباراة في وسط الجدول أو الفرق المنافسة بس رقامية لما أحب المنافسة زي الأهلي دا هي اللي تفرق معي دي اللي تعلي أسهمي ودي اللي احتكاكات اللي هي توريني أنا أنا وصلت إلى حد فين؟ فبرامز لسانات يمكن حتى قبل المدير الفني ده ما يتولى حتى مشواره في دورة أبطال أفريقيا تعرض لكذا هزيمة تعرض لحزيمة من سان داونز تعرض لحزيمة من وزيبو الموريتاني فالاحتكاكات الكبيرة ديت هي اللي بتبين المدير الفني هي اللي بتبين اللعيبة فأعتقد المباراة زي دي النهاردة حيستعدلها إزاي؟ حيوظف لعيبته إزاي؟ أنا لازم لعيبة برامز نفسها هي اللي تكون عارفة قيمة المباراة يعني أنا لما أكسب الأهلي في ماتشزة دوت أنا بقول للنفسي أنا قادر لكن أنا لما أخسر ماتش من الأهلي يعني ما أعتقد أن أنا ما أستحقش حتى لو أنا أبقى رقامياً أبقى فارق بنقطة لكن فعلاً أنا من جواي هابعارف أن أنا خلاص بس الروح دي موجودة عند لعيبة برامز؟ يعني فكرة أنه يعمل الفنيش بتاعه ويقفل القفلة بتاعة الموسم دي الروح دي موجودة عندهم؟ لسه يمكن لسه وشوفنا حتى في ماتشات كتير لسه برامز أنا يمكن هو عمل 14 فوز متتالي لكن مع أول مواجهة كبيرة ضد الأهلي لا شوفنا الموضوع صعب شوفنا حتى لما تعادلوا 2-2 هم يعني تقدموا 2-1 الأول بعد كده حسن شحات لما رجع والأهلي كان بيحاول وبيرجع الأهلي هو اللي كانوا حريص على الفوز ما شوفناش بعدها يمكن خلاص برامز حسننا اللحظة أنهو ارتضى بالفوز دي أخطر لحظة في المدير الفني وفي اللعيبة أنهم يكونوا ارتضوا بالتعادل أو ارتضوا بالنتيجة ففي ساعتها الأهلي لازم يصدقوا من جواهم الأول بالضبط كده لازم يصدق من جواي أن أنا قادر وأن أنا محتاجي الفوز فهكسب أي حد لكن أنا طول ما أنا راضي اللي أنا وصلت له هخسر من قدام أي فرقة ضعيفة فما بالك أن أنا بلعب الأهلي وكنت راضي بالتعادل فطبيعي أن يحصل كده فالنهاردة لو ما صدقوش أنهم يقدروا يكسبوا الأهلي فلا أعتقد الأهلي هيعكبهم جامدين ترجمة نانسي قنقر